السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة انترنت Cafe Simulator 2 الجزء الأول ختمناه وكانت صراحة من أفضل السلاسل اللي استمتعت بتسديلها ولعبها طبعا التسمية نخليها نفس الجزء الأول Wanted Cafe طيب يا شباب الجزء هذا مثل ما تشوفون الجلسة العربية والحركات تريري المتواضع يعني فيه لمسات فيه لمسات عربية فهمت عليه النقشات والأمور هذه الجزء هذا مصمم على أساس أنه في الأردن أيوه لا لا يا أخوان احنا مش في الأردن من هذا تذكرون هذا صاحبنا في الجزء الأول اللي بعناه للمحل في أخر حلقة يا لا 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 أنا شاكن إننا في الأردن صراحة ايش هذا شركة ايوه شركة محمد العامر وشركاء اهل شركاء المتحدة وش هذا يا شركة العامر جالسة تسوي ستريم هناك وقرين سكرين لا 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 ومسبع شركة العامر يا طيب ما أودنا نشوف ايش سبر ماركة الهادي يسوي خلاص كفاية كذا حمد الهناء للحوم البلدية والدواجن الطازجة أهم شي حلال لا 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 شوف كيف مضبطين الاسم دقيقة اللي جنبنا خضرة وسوق باب الخير الشعبي للخضار والثواهكة والله باب الخير يا أخوان أبو سمرة ويش سوي هنا عند الرسم على الباب المحل فلسطين حرة أيوة وصفر سبعة أربعة حاطة رقمة طيب عبود يا عبود سلامات ما نتفاهم معهم بعدين هذا ما ندري والله يمدين ننظف ولا لا يوه يا جماعة شو المحل الصغير هذا طبعا مسألة التنظيف هذه لازم لها حقتنا في كل جزء هذا اللي يبيع الأغراض وهذا الاسبري أوه يمدين نسوي اسبري أنا أبقى ننظف الاسبري هذا اللي يبرع وشي وهذا القب اللي نحتاجه هذا اللي نحتاجه عشان الحرامية وهذا لا أما ما تذكر هذا موجود صراحة في الجزء الأول إذا كانت فيه نيران طفيها والله ما تذكرها يا ليل أم الليل يا ليل أم الليل والله ما يحتاج القب هذا مجرد ما يدخل حرامي كذا إيش الكهرباء هذه والمحل الرخيص لا 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 ما عندنا الإضاءة الأولى هذه والإضاءة الثانية هنا والما تدخل المحل والكرسي هذا حق مدارس ألف وتسعمائة وخشبة ما والبي سي المغبر لا لا وضعنا والله خلنا بنظفه أرجع لكم لعله عسى يبين محل أحلى شوي يا أخوان الحين يومنظفه وأنه تطرع في القاعات هذا الشكله لازم أمسح المحل الكامل محل جدا صغير صراحة والله أصغر مما توقعت كلوزد ليه كلوزد هذا يمديني ألفه ما خبضني نفس الجزء القديم لا لسه لنه ما في شي مضبوط أوه في شرطي ما ذكر كان في شرطة في الجزء الماضي أبو سمرة في كل مكان هلا 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 يا أخوان لا 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 المسلسل هذا اقتحم العالم حتى في اللعبة إيش هذا معه قنبلة الأردن أولا مثل ما تشوفون قلت لكم أنه في الأردن بست بارت حلو هذا المحل الظاهر يبيع القطع خلنا نشوفوش عنده عنده الفي آر كنترولر حلو حلو في شغلات جديدة والله انضافت الحين ما دري يعني أشتر من عنده ولا أشتر أونلاين نسيت ما شيك على الكمبيوتر وشي بشوف سعار هذا أنا كم عندي فلوس يا أخوان أنا أذكر في الجزء هذا كان يعطيني 20 ألف سلفية أو 10 ألف و 10 ألف سلفية لكن الحين ما أعرف كم صراحة الفلوس اللي معي يا أخوان تعرفون يتابع أيش هذا هذا يتابع ما اسمه شركة نسيت اسم المحل والله ايو والله هذي حلوة بنت اللذينا هذي هذي شركة محمد العامر وشركاءه جالس يتابعها الأخ الفاضل هناك أوه الكهرباء طافي يا أخي شي يا أحلي طافات لي ما له داعي هذه طيب نشغل الكهرباء الله يسرع الدل جزء هذا لتطلع لي فاتورة كهرباء ما له داعي والله حسنا شغل الكمبيوتر يا ساتر عميوني يا ثقلة يا ثقلة أوكي الفين يا والله الفين ساعة ثنتين حلو الجدران تقدر تغيرها من هنا طيب الحين اللي همنين يضبط أول كمبيوتر في هذه الحلقة أوه هذه العملة الرقمية صراحة ما عرف لها هذه بس بنت فلسف فيها بعدين يوم تكون معنا فلوس الحين ما في لنا على التضحيات وشو بعد الأكل صح ذكرت والله الجزء الأول كان عندنا مطبخ بس هنا ما عندنا أي شيء يقول لي تحتاج الأهلة هذه عشان تجيب العصائر وهنا تحتاج طباخ وهنا في حلويات نفس الشي ماشيين أوكي من وين اشتري هذه الشغلات كلها يعني باختصار افتهم لي أني ما أقدر أشتري الكيبورد والماوس وهذا عن طريق الأونلاين مثل الجزء الأول فظاهرنا لازم يا أخوان نروح بنفسنا إلى المحل اللي شفناه قبل شوي ونجيب الأغراض بنفسنا فشغلة متعبة شكلها والله هذا الجزء أو أني مش فاهم إن شاء الله أني مش فاهم وات دونترامو إيش سوي هنا أما يا أخوان إيش الشخصيات هذه اللي في اللعبة خلنا نشتري هذا إيش فايدته لا تكفى لا تقول لي اللي أفكر فيه أني لازم أشتري هذا 3000 عشان أشل أغراض أكثر وأوصلها إلى محلي والله كارثة خلنا نشوفه يا أخوان أول شي ما عندي خيارات كثيرة أني أتنقع في الكمبيوترات فما في إلا أشتري هذا 116 خلنا أشتري هذا أوكي أيوة هذا بعدين إذا أشترنا بلاستيشن بس الغريب أني ما أشوف مفرض يحطونا بلاستيشن وات سوني 1 حاطيننا إياه يو الله سوني 1 هذا بكم نفس السعر أي نفس السعر الحمد لله لأننا ما انتبهت له يا أخي يوم يشوف هذا أحسب هذه الرجولة والله العدي ما أدري يا أخوان كده وأنا واقف هنا تخيلت معي طيب خلنا أشتري الكيبورد الرخيص هذا هذا ماوس بادي محترم بشكله بسبعين في واحد رخيصنا بسبعين نفسه خلاص أشتر هذا يا رجال أوفيس ماوس حلو الحين إيش باقي كيبورد أشترنا ماوس أشترنا وين زامزور يقول يشتريها وين زامزور هذا تكفى قولي يسمي المحل زامزور لا شكله يا أخوان هذا الموقع والله أجبت العيد بس ما عليها بنشتري في الستب الثاني نشتري كرسي للستب الثاني لقيت شغلة يقول لك تشتري غرفة ثانية بثمانمائة دولار وتشتري مطبخ بألف وأربعمائة دولار وفي شغلات ثانية وحمام ودرج وطابق ثاني وطابق ثالث ففيها من ساحات كبيرة بعدين نقدر نطورها لكن زامزور وينك أوكي ومن هنا نقدر نفتح المحل ومسكله اللوحة اللي بره تشوفونها يعني في صارت شغلة إلكترونية لحين مش يدوية نروح أقلب اللوحة طيب خلنا من زامزور الحين أبغى أشوف القطع اللي اشترتها وين توصل أول كان فيه مكان جنب المحل الذكر وتنزل فيه الأغراض لكن الحين توهاقت اشترت الأغراض وما أدري وينها هذا هو زامزور هذا أمازون هذا ندخل على زامزور الموقع اللي طالبينا أوكي كمبيوتر كيس أير كونديشن تكييف ألعاب الأركيد والكونسل وعندنا الفان وعندنا الكراسي هنا نتحدث يا أخوان ويتوك بيزنز ناو مونيتر وماوس شوف الشغلات الرهيبة اللي موجودة في هذا الموقع أول شي ندخل على كمبيوتر كيس أنسوا يا أخوان أني اشترت صرفت فلوسي في المحل هذاك حلو الحين اشترنا هذا أبو نجمتين بنبدأ بنجمتين ويا ربنا فلوسي ما تخلص وتكييف تكييف والله غالي ما أقدر أشتري تكييف الحين إلا في 1.500 تكييف مهم صراحة لكن خلنا أشتري الأهم الحين أوكي في مروحة خلنا نشتري مروحة ونشتري كرسي جيمينج نشتري هذا الأوفيس زي عشان لا نفكر ونشتري الكيبورد شوف الجييمير كيبورد 800 ثمن ضعاف الكيبورد العادي خلنا نشتري هذا أبو ميتين عندنا الإضاءة الإضاءة صراحة من أهم الشغلات تكون في المحلات فلازم نركز في موضوع الإضاءة لازم نضيف لنا كذا لمسة جميلة في المحل شو رأيكم بهذا 600 خلنا نشتري هذا 250 نجربه نجرب نشوف الإضاءة نجي للشاشات يا أخوان أنا متأكد أن الفلوس ما راح تكفي وبجيب أم العيد بس يلا الماوس أرخص ماوس أرخص ماوس وينه هذا يا أخي ما أقدر أن نشتري هذا كذا ما أقدر عندنا اللوحات اللوحات فيه لوحات جميلة راح نزين في هالمحل بعدين يا رجال أرخص طاولة بـ 400 الفلوس أبدا والله ما تكفي الحين رويني يا طيب السلة وين السلة أنا ليش معذ بنفسي من أول يا أخي طيب سعر التجميع يا أخوان بـ 2026 أنا معي 1450 يعني تقريبا 500 لازم أطيرها نطير المروحة طاولة ما أحتاجها لأنه عندي طاولة حاليا حتى مش طالبني أشتريها دقيقة الحين أقدر أشتري هذا كله كمبليت كمبليت وأعلننا اللي فلاس يا أخوان 13 دولار أعلننا اللي فلاس يا أخوان وأبن بسرعة أفتح المحل ويطلع والحين بننتظر الطلبية توصل نشوف هذا إيش عنده أوه يمديك تكلمة يقول لك I know everything يقول لك باختصار أنا عرف كل شي يصير في المدينة الشخص اللي كان قبلك مدري إيش انضرب أو شي المهم منها تبهذل فإذا ما ودك تصير زيه لازم لك تدفع لي 100 دولار وراح علمك يهو لا 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 والله اللعبة لا لا إتس أوفر والله كذا كثير يا أخوان إيش المفاجآت اللي باقية طيب وصلت أغراضنا يا أخوان وصلت أغراضنا أنا ضيقت عليه المكان معرف كيف بيدخل يجي لسنة المهم أن نحلل مساحة أبو المحل طيب ونحط الكيبورد هنا والماوس هنا يا سلام اشتغل بي سي على طول سبحان الله للأسف الكرسي هذا ما قدر أضبطه في هذا المكان الضيق فبنرجع الكرسي اللي سبحان الله مدري كيف يضبط هنا طيب ما علي هذا نخليه للستاب الجاي بنضبط فيه الساب اللي راحت فيه فلوسي وللحين ما وصل فأنا أتوقع خلنا نرجع أتوقع أن الكراتين ممكن تكون عنده يا طيب ونغراضي ونغراضي هات فلوسي وربي نصب علي نصبه محترمة جاو الكاستومار يا أخوان يقول لك ستارت ذا كلاين تايم أبروف كمثرة ساعة يوهاف كمثرة ساعة تايم خلصنا التايم اللي أساسا ما نحتاجه الحين نرجع نشوف الطيب هذا وش جالس يلعب كيف لوضاع معك يا طيب جالس تتابع يوتيوب الله عليك مستر وانتد لايك لايك سبسكرايب طيب أقسم بالله أن الفلوس هذه قاهرتني اللي راحت هنا وين فلوسي طيب وين فلوسي يا حرامي خلنا نجيب له القب من المحل ورجع له ما زالي تابع هذه والله لتتابع قناتي إنها فضلك يعني بيوصل لي ياها ثاني يوم مستحيل يا أخي اللي طلبته اللي نوصل وهذا لسه ما وصل بمئة وتسعين عجب عجب الوضع يا حي ومرحبا هلا والله هلا 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 يقول لك إذا اونار مدريش عنده تأخير يوهي اتبع لتابع في 5 مينة حطاني النجمتين أنا بيقول لكم ليه حطاني النجمتين لإني تأخرت تشغلها البي سي وإن شاء الله لما تأخر على هذه أيوة أبروب حلو خلنا نشوف إش كتبت إذا اونار لا هذه الإنترنت كافية وإنها لا يوجد لعبة غاربج ياخي تابع يوتيوب تابع مسلسل تابع فيلم ياخي ما في فلوس يا أخوان ما في فلوس البداية طيب خلنا نشتري لعبة يا أخوان الله ستيم حركاتي ستيم نحمل لهم ستيم الحين سبوتيفاي عشان ينطربون ماينر إش هذا ما أدري ولله بس خلنا نحمل كل شي فيروس أو هنا هذا التطبيق إذا حبينا نوظف شخص ممكن حصله في هذا التطبيق وهنا وار كراي أو حصلنا لعبة أخيرا حصلنا لعبة وهنا سي ام دي عشان يسرع الكمبيوتر الراهر إش نشتري يا جمال عندنا رش سيميليتر سايبر أك أفا طفت الكهرباء لا 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 ما اتفقنا كذب والله ما اتفقنا انطفيت عليه الكهرباء لتعطين فلوس أوكي شكرا مية أوكي مستمتعل أخ بنتمي كذب نطفي ونشغل في الكهرباء لا الوضع ما يصرح كذب والله إخوان وربي ما يصلح نشوف لنا حل مع الكهرباء من سرعة البي سي عشان تطفي وتشتغل عليه كل شوي وأنا لازم بعدين ما أتحرك من الكرسي هذا عشان أول ما يجي زمون على طول أعطيها الموافقة يا أخي يودي ألقيها الموافقة خلاص يجلس على طول شغل الكمبيوتر عشان أعرفه فرفر الحالي في المدينة كده أوه عندهم بب جي طيب شوفنا نلعب أيوه جانا شخص دقيقة كان نسي أخص أول ما يعطينا هاتسرق والحرامي القب نسيت القب نسيت القب نسيت القب نسيت القب بالله يخرب بيتك يا ابن الذين دقيقة شرطي قدام شرطي سرق الكرسي دقيقة شرطي ليه كون شل مني فلوس وربي لا أهفة بالكرسي هذا إخ ربيتك وأنا بعطيك الأبروف السريع أحال طلاب لأ حن ناقصين خسائر حن ناقصين خسائر كم كانت فلوسي أخي حد يتذكر لا توقع ما نقصت من فلوسي شي بمنى في الأردن خلنا نشتر لهم بس نشتر لهم بب جي الشعب العربي كله يحب بب جي فأخص بيستكنون من الحين على بب جي طيب خلنا نشوف البرامج الثاني جربنا ستيم هذا التطبيق اللي قلنا اتكام بروتكت شو أوكي هذا الشخص اللي نجيبه بـ 300 دولار ويأخذ خمسة كل خمسة أيام 300 دولار آجل حرامي مرتين ولا ليش هذا يحميك من الشسمة اللصوص اللي هي نفسك قبل شوية للذين فأنا صراحة بتفاهم معهم بنفسي هالفترة لنما في فلوس مثل ما انتم شايفين وعندنا أي وجه حرامي ثاني ظاهر أيوالله حرامي شكلة ثاني ها حرامي لا الحمد الله الحمد الله أبرو أوكي 30 دقيقة بيلعب حلو نرجع نشوف إش الموظفين هذا إش تسوي وهذا كلينر وباونسر أوو هذا اللي ما يدفع الكستمر اللي ما يدفع هتجيب لهم هذا الشخص يجلد فيهم وهذا يا سولوم هذا اللي يحتاجه هذا الشخص يا جماعة اللي ينظفون المحل وربي أفضل إضافة في اللعبة بـ 600 دولار هذا أول إضافة راح يشتريها حلو وهذا الدبدوب الحليو هذا تشتريه يجذب انتباه الناس فممكن يجونا أشخاص أكثر ويدخلون للمحل بـ 150 كل ثلاثة أيام أدفع للدبدوب هذا أو شخصية لابسة الدبدوب أوكي طيب إذا الدبدوب يجي هذي هذي كم بتجيب لنا هذه آه هذي الطباخة أوكي سوري دواقف جنبي أنا جالس هاتت الفلوس وينك وينك أبنا الذين وينك والله في شرطي ما في شرطي أهبد راسه بـ 74 74 دولار بس وربي أنا تأخرت عليه فأنا أعتذر مفروض أوه هذا ينتظر الموافقة يا أخي مافقة 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 سوري 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 أبروف أوكي أوه في فيروس شوف إيش تكون من الفيروس نشوف البرنامج حق الفيروس Start Scan هذا فائدته أنا خلاص أنا ما يحتاجي دوره على فيروسات منولي يعني كذا سوي فهو كل يومين كذا ظاهر بيطلع فيروسات بنفسها التطبيق يعني ما يحتاجي أدخل ويأخذ من وقتي الثمين ها 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 فلوسي طيب فلوسي طيب فلوسي طيب لا لا ما حتشافك لهذا ما حتشافك طالع والأمور طيبة ولا ما حتشافا هلا 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 ولله هات الفلوسي يا أبن ماذا أنا ش سوي Sa Jagid لا دقيقة 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 دقيقةavor دقيقة Erik دقيقة mining ايش الإضافة هذه ايش الأضافة هذه 43 دولار لا 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 لازم اجيب لي بوديقارد هذي كذا انجلت والله والله جلدوني تيجي تلع في محلي وتجلدني لا والله قوية هذي ونشغل الكهرباء وكان ما صار فيه صراحة الفيروسات باشتريها الباقع اللي عندهم 50 دولار كل 5 ايام وافتكم موضوع الفيروسات كذا لأول مرة في التاريخ أنا بطفي الكهرباء بنفسي واسكر محلي نرجع لشقتنا اللي ما ادري وين وبس يا شباب هذه كانت تجربتنا للجزء الثاني من انترنت كافيا سيمليتر ان شاء الله انها نالت على اعجابكم لا تنسون تعطوني رأيكم في الكمنت يهمني رأيكم كثير اذا تبوني استمر في هذه السلسلة او نشوف غيرها وبس نشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته